على حذر تصحو هذه المدينة وعلى حذر تغفو بعد يوم دام شهدته مدينة عدن وأحياؤها عقب اندلاع اشتباكات بين قوات الحماية الرئاسية وميليشيات الحزام الأمني راح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح باستثناء الاشتباكات في بعض الأحياء يعود الهدوء الحذر والنسبي لمعظم مديريات عدن ظهر خطاب الرئيس هادي قويا ومشددا على أن أي حرف لمسار معركة استعادة الدولة سيواجه بحزم وقوة ولن يتم التهاون مع أي محاولات وتحت أي غطاء حتى تحرير كل شبر في الوطن من سيطرة الميليشيا هادي أكد في كلمته أمام مستشاريه أن ما يجري في عدن عمل انقلابي مرفوض ولا يمكن القبول بأي احتكام للسلاح لتنفيذ مشاريع سياسية وأن أي تعد على الشرعية أو مؤسساتها هو انقلاب حقيقي سيقاومه الشعب اليمني في كل مكان فيما بدى رئيس الوزراء صباح اليوم متفقدا مبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء والقضاء الأعلى بعد السيطرة عليه لتأكيد حضور الدولة وسيطرتها على مرافقها السيادية تساؤلات حول إمكانية معالجة حكومة بن دغر وهادي للأحداث وما يترتب عليها من تطورات سلبية تسببت من قسام أمني وعسكري في عاصمة اليمنيين المؤقتة والذي يلقي بظلاله الثقيلة على مستقبل الدولة بشكل كامل القوى السياسية أعلنت رفضها لتصعيد ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي ضد الحكومة الشرعية وعبرت في بيان لها أن أسفها جراء الأحداث التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن والتي لا تخدم سوى القوى الانقلابية في صنعاء وتؤدي إلى إفشال جهود تحالف دعم الشرعية وتخدم المشروع الإيراني في المنطقة شوارع المدينة المنقسمة بين قوات الحماية الرئاسية وقوات الحزام الأمنية الموالية للإمارات تعطي صورة مكثفة لما تشهده المدينة من أحداث تضاعف من تعقيدات المرحلة والتحديات التي تواجهها الشرعية ورغم ارتفاع وطيرة الاحتجاج حول الموقف الإماراتي الذي عامل على إذكاء الصراع في المنطقة لا يزال موقف التحالف غير جاد بإنهاء العنف الدائر في قلعة الشرعية يبدو الوضع الإنساني هو الأكثر سوءا في مديريات عدن جراء الاشتباكات وحالة التوتر الأمني التي تخيم على أحياء المدينة وسط إغلاق للطرق والمحال التجارية حيث دعت منظمة أوكسفام الدولية لوقف فوريا لإطلاق النار تتأرجح آمال اليمنيين ومخاوفهم من انفراط عقد شرعيتهم وفقدان دولتهم في أياد الميليشيات التي باتت تتنازعها في كل الجبهات